اهلا بكم بدأ العد التنازلي لمواجهة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام مستضيفه الأوروغواي التي تنطلق فجر الخميس المقبل في العاصمة مونتي فيديو في إياب الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم منتخب النشامة ضاعف استعداداته لإظهار صورة أفضل وتعويض خسارة جولة الذهاب وهي نتيجة دفعت المراقبين لاعتبار منتخب النشامة في مهمة مستحيلة للرد على خماسية عمان التدريبات التي أجراها منتخب النشامة منذ وصوله مونتي فيديو كشفت عن ملامح التشكيل الأساسية التي سيراهن عليها حسام حسن ورفاقه في الجهاز الفني حسب قناعات فنية وفي ضوء المستجدات التي فرضت نفسها وفي مقدمتها غياب سعيد مرجان وعدي الصيفي بداعي الإنذارين فضلا عن بعض الإصابات وربما أيضا بعض المفاجآت ونبقى مع أخبار النشامة حيث أعلن اتحاد غرب آسيا لكرة القدم برنامج مباريات بطولة غرب آسيا الثامنة للرجال التي ستقام في قطر خلال الفترة من الخامس والعشرين من الشهر المقبل ولغاية السابع من كانون الثاني يناير العام المقبل ويبدأ المنتخب الوطني مشواره في البطولة بمواجهة منتخب اليمن ويخوض المباراة الثانية أمام المنتخب اللبناني ويختتم مشواره في الدور الأول بلقاء منتخب الكويت وتشارك في البطولة عشرة منتخبات تم تقسيمها على ثلاث مجموعات حيث ضمت المجموعة الأولى قطر والسعودية وفلسطين والثاني عمان والعراق والبحرين والثالثة الأردن والكويت ولبنان واليمن ويتاهل إلى الدور قبل النهائي صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل فريق يحصل على المركز الثاني انتهى قبل قليل اللقاء الودية الذي جمع المنتخب الأولمبي مع فريق الفيصلي على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب ضمن تحضيرات المنتخب للتصفيات الأولمبية اللقاء انتهى بفوز الفيصلي بثلاثة أهداف لهدف واحد كان المنتخب الأولمبي خاض سلسلة مباريات ودية مع الأندية المحترفة لتعويض مبارتي اليمن حيث خسر أمام الوحدات والعربي بذات النتيجة بهدف لهدفين وفاز على الفيصلي بأربعة أهداف لهدف وعلى شباب الأردن بهدفين لهدف واحد وأكد المدير الفني جمال أبو عامد أن ثلاثة لاعبين على الأقل يراقبون تحت المجهر حيث كشفت المباريات الودية الأخيرة عن انتلاك الأندية خامات يمكن استدعائها لتدريبات المنتخب أنهى المنتخب الوطني لكرة السلة للناشئات تحت 16 عاما معسكره التدريبي الذي أقامه في مدينة اسطنبول التركية المعسكر جرى في إطار استعدادات المنتخب للمشاركة في منافسات بطولة آسيا التي ستقام في العاصمة السرلنكية كولومبو خلل المعسكر ثلاث مواجهات ودية حيث خسر أمام ينبوسن بـ 50 لـ 54 نقطة وفاز على الشينكا بـ 49 مقابل 33 قبل أن يخسر في اللقاء الأخير أمام فيرنا برشا بـ 68 نقطة مقابل 34 لا يزال المنتخب المصري حتى هذه اللحظة يبحث عن معجزة أمام المنتخب الغاني لبلوغ كأس العالم بعد خسارته في مباراة الذهاب بـ 6 أهداف مقابل هدف واحد منتخب الفراعن يحتاج للفوز بـ 5 أهداف نظيفة لضمان التأهل للمرة الأولى إلى كأس العالم منذ العام 90 ولا تزال النتيجة تشير حتى الآن إلى تقدم المنتخب المصري بهدف وحيد وتحتاج الجزائر إلى الفوز بهدف وحيد فقط لتتأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي لتكون بذلك أو ليكون بذلك المنتخب العربي الوحيد المدرب وحيد خليل جيتش حذر مجددا من خطورة بوركينا فاسو قبل مباراة الإياب بينهما في الدور الأخير للتصفيات الإفريقية عادت الجزائر من واقادوغو مهزومة بثلاثة أهداف لهدفين وهما أثار موجة من التفاؤل حول القدرة على بلوغ النهائيات للمرة الرابعة في حال الفوز في المباراة التي تنطلق بعد ساعة من الآن وعالميا تتجه الأنظار الليلة إلى الملحق الأوروبي الذي سيحدد هوية المنتخبات الأوروبية اللاحقة بركب المتاهلين وأيضا الكشف عمن سيغيب عن المنديال المقبل من الأسماء اللامعة حيث تحل البرتغال ضيفة على السويد معززة بهدف الفوز الوحيد في مباراة الذهاب وسنحرم كمشاهدين في كأس العالم من كريستيانو رونالدو أو من زلطان إبراهيموفيش أيضا قد يغيب كريم بن زيمة وفرانك ريبيري وباقي الأسماء الفرنسية عن المنديال بعد فوز أوكرانيا في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين لكن لقاء اليوم يقام على أرض الديوك الفرنسية كرواتيا وإزلندا سيودع أحدهما كأس العالم ونفس الحال بالنسبة للرومانيا إلا إذا صنعت المعجزة أمام اليونان التي فازت ذهابا بثلاثة أهداف لهدف واحد شكرا